إن الله يأمركم أن تود لما نات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعذل إن الله لعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد مروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسان وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعط عنهم وعنهم وقل لهم في أنفسهم طولا بنيغا وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولمنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أو اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك فأولئك مع الذين أنعن الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى من الله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات فانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن صابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي قال قد انعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا وَلَإِنَ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُونَنَّكَ أَنْ لَمْ يَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّا قالتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بلاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتلوا يغرب فسوف نوتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستطعفين والمستطعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أدلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطهوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم منهم يخشون الناس كخشية الله أوشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تقولوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شيئا من يطيع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتنبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أتاعوا به ولو عدوا إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطوا له منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد مأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا ترجمة نانسي قنقر